موسيقى وصلنا مشاهدينا للفقرة الأخيرة من حلقة الليلة والأمراض الجلدية الخاصة بالأطفال كثيرة هي الأمراض اللي تصيب الأطفال في أعمارهم في الأيام الأولى وفي الأشهر الأولى وأيضا في السنوات الأولى ولكن الأمراض الجلدية موضوع يمكن يهم كثير من الأسر لوجود بعض الأمراض اللي حابين يعرفونها حابين يمكن يكون فيه نفس رعاية أولية لكي لا يصاب هذا الطفل بهذا المرض الجلدي رح نتكلم في هذه الفقرة مع ضيفنا الدكتور مصدق الهواش استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى دار الشفاء مساء الله خير دكتور يعطيك العافية مساء الله خير يعطيك العافية وارك الله فيك قبل أن نبدأ الحوار معك دكتور عندنا تقرير ومن بعد إن شاء الله نروح إلى حوارنا خلنشوف التقرير ونرجع يتميز جلد الطفل ولا سيما في الشهور الأولى من ولادته بحساسيته الشديدة تجاه ما يحيط به من أشياء وأجواء الأمر الذي يعرضه للإصابة بالعديد من الالتهابات والأمراض الجلدية وهذا معناه أنه ينبغي على الأم الاهتمام بجلد صغيرها منذ اليوم الأول لولادته ويرى الأطباء الأخصائيون أن هناك مجموعة من الأمراض الجلدية تصيب الطفل في شهوره الأولى أبرزها قشور الرأس التي تلاحظ الأم ظهورها في فروة رأس الطفل وتكون بعض الحالات كبيرة الحجم ومائلة للإصفرار وملتصقة بفروة الرأس وهنا ينبغي أن لا تحاول الأم انتزاع هذه القشور بعنف لأن ذلك قد يسبب إصابة جلد الرأس بخدوش وإنما يمكن أن تدهن فروة الرأس بزيت أطفال في المساء ثم يشطف الشعر في الصباح بالماء وشامب الأطفال وتكرر هذه العملية يوميا حتى زوال هذه القشور تماما ومن الأمراض الجلدية التي تصيب هذه المرحلة التهاب الجلد الناتج من استخدام الحفاظة والحقيقة أن هناك أمراض شائعة جلدية تصيب الأطفال في سنوات أعمارهم مختلفة بينها الطفح الجلدي والحصبة والنكافع والجدري والأكزيمة والحساسيات الجلدية بأنواعها المختلفة وإذا كانت هذه الأمراض ذات أعراض مختلفة وذات علاجات متبينة أيضا فإنه ينبغي على الأم أن تمتلك ثقافة طبية مناسبة تخولها أن تتعرف على هذه الأمراض بمساعدة الطبيب المختص وتعمل على محاولة تلافيها من خلال اللجوء إلى آليات الوقاية والتي يأتي على رأسها إبعاد الطفل عن الأماكن الموبوءة والتزام جوانب النظافة بأبعادها المختلفة فضلا عن تجنب أماكن الازدحام والأماكن التي تنطوي على أسباب للحساسية الجلدية وإذا ما وجدت الأم أن ابنها قد أصيب بمرض جلدي فعليها أن تبادر في الحال إلى الطبيب المختص للمسارعة في العلاج قبل أن تتطور الحالة للأسوأ دكتور مصدق إذا نتكلم بداية عن أهمية الجلد والوظائف اللي يقوم فيها للجسم يعني بارك الله فيك يعتبر الجلد هو من أول الأعضاء في جسم الإنسان أو في المولود قصدي اللي بتواجه الجو الخارجي وهو عضو مهم جدا في الإنسان أول ما ينولد الطفل من بطن الأم الجلد هو اللي بيمثل الخط الدفاع الأول للوقاية من المؤثرات الخارجية خط الدفاع الأول بالضبط خط الدفاع الأول للوقاية من المؤثرات الخارجية من الالتهابات من أنواع الجراثيم مختلفة هذا بالإضافة لأنه هو اللي بيحافظ على حرارة وبيعطي التوازن الحراري لجسم الطفل الأول ما ينولد إذن الجلد هو مهم جدا للإنسان يعني في ساعة ما يبدأ بعد الولادة مباشرة وبالتالي بعدين يبدأ يتطور بيحافظ على حرارة الإنسان بيحافظ على الجسم من دخول البكتيرية والفيروسات المختلفة فهو خط الدفاع الأول يعتبر للإنسان نعم دكتور ليش يتعرض الجلد عند الأطفال لكثير من الالتهابات والأمراض ما معنى الطفل يعني في بداياته أيام وأشهر وأول سنوات يعني يعتبر الجلد في الأطفال الحديثين الولادة أول ما ينولده هو الواقي للأجهزة الأخرى في جسم الإنسان في بعض الحالات بيكون في انخفاض في مناعة الطفل لأسباب مختلفة في بعض الحالات بيكون في أمراض أو يعني أطفال بيكونوا حديثين الولادة بينزل عندهم شوية اختلال في جهاز المناعة وبالتالي بيكون في اختلال في مناعة الجلد الأمراض اللي بتثيب الأطفال من بعد الولادة كثيرة جدا ممكن يكون بعضها نتيجة اختلال مع الأم أصلا زي إنه يكون الطفل مثلا فرضا يعني بالع شوية من الإفرازات بالفم فبينتج من الأم فبينتج فطريات داخل الفم للطفل وبالتالي ممكن تتطور وتزيد لو ما تم علاجها بالطريق الصح هاي من ناحية من ناحية ثانية إنه في أمراض بتصيب الأطفال أول ما يولدوا نتيجة ازدياد إحنا في بلاد حارة بيزيد التعرق للطفل الغدد العرقية بتبدأ تشتغل من يوم الثاني للرابع من عمر الطفل بتبدأ تفرز الإفرازات اللي هي بتعطي الرطوبة للجلد في حالات بتزيد فيها الإفرازات الدهنية نتيجة اختلافات الجو الحرارة الرطوبة المؤثرات الخارجية يعني في جونا وبالتالي بتزيد الإفرازات الدهنية وبالتالي بتزيد مادة الكيراتينين اللي هي بتعمل انسداد للغدد العرقية المغذية للجلد وبالتالي بتصير فيه جفاف في الجلد بيصير فيه هرشان وحكة شديدة هذه ممكن انت اللي تكلمت عنهم دكتور في حديثي الولادة لكن ما بعد الولادة مباشرة أبرز هذه الأمراض اللي تصيب الأطفال في أعمار مثل ما قلنا الأشهر الأولى سنوات الأولى شنو أبرزها؟ يعني أولا اللي هو كنا بنقول عليه اللي هو الطفح زي ما ممكن نقوله بالعربية الطفح العرقي الجلدي العرقي اللي هو نتيجة انسداد القدوات العرقية نتيجة الإفرازات الدهنية ومادة الكيراتينين اللي بتزيد وبالتالي المادة العرقية هاي بتصير تجمع بالغدد العرقية وبعدين بتصير فيها تحت الغدد العرقية تسربات لهاي المادة وبالتالي إحمرار شديد في الجلد وبالتالي تجمع لبذور وقشور على الجلد على سطح الخارجي للجلد وبالتالي بتسبب تحقق في ثنيات الجلد في المختلفة على خدود الطفل أولها بيصير إحمرار للجلد وبعدين تبدأ فيما بعد إنه يصير فيه التهابات وتشققات ولو حصلت تشققات وتهتكات في الطبقة الخارجية لجلد تبدأ البكتيريا ممكن تهاجم الجلد أو الفيروسات المختلفة يعني هذه في أول الأشهر الأولى كمان من ناحية ثانية اللي هو زي ما أنتم وحضرتكم شفتوا في التقرير إنه يكون فيه في قشرة الرأس الخارجية للطفل إنه بتبدأ الإفرازات الدهنية تزيد ومعدة الكيراتين وتساوي طبقة من القشور بذور وبعدين تتحول لقشور والقشور هاي بتسبب ألم للعائلة على جلد الرأس بيسموها كريدل كاب كريدل كاب يعني زي اللي لابس طاقية هالشكل من القشور وهاي شكل لها ممكن يكون مؤلم للعائلة إنه قشر وايد على جلد الرأس وإنه بيحاولوا بدهم يشيلوها يعني بيطرق مختلفة مما يسبب إنه تعمل تهتكات وبالتالي تكون فرصة للبكتيريا والجراثيم إنه تهجمها يعني وبيحصل التهاب يعني في جلدة الرأس بكتور ممكن إنه يكون فيه أمراض جلدية وراثية يكتسبها من الجينات طفل يخرج إلى الحياة يعني هذي آه هذي من الأشياء اللي كمان يعني العوامل اللي بينقلها الأهل للولد يعني اللي بتنقلها الأم فالعوامل البراثية يعني زيها زي مثلا إذا الأهل بيكون في عندهم صداع نصفي التهاب في الجوب الأنفية أصلا إكزمة الوالدين فبينقلوا وراثيا للطفل الاستعداد لحالات الإكزمة الوراثية في الطفولة المبكرة وحالات الإكزمة الوراثية في الطفولة المبكرة حالات كثيرة جدا الطفل بيطلع عنده استعداد أنه يتولد عنده إكزمة وإلتهابات مختلفة في الجلد خصوصا في العمل المبكرة تتعالج دكتور؟ يعني لازم إحنا نحدد السبب أولا هل هو سبب وراثي؟ هل هو سبب نتيجة مثلا عادة مكتسبة مثلا أنه في أكل معين الأهل بيعطوه مما يسبب إثارة للجلد أنواع معينة من دهونات اللي بيستعملوها الأهل بطريقة يعني غير مسيطرة عليها يعني مما تسبب احتكاك شديد للطفل وإثارة للجلد لازم يعني نحدد السبب بالفحص الطبي وبالتالي ممكننا يعني نبدأ نعالج فيها من أنواع الالتهابات الأخرى اللي ممكن تصيب الأطفال في الأشهر الأولى وهي مهمة جدا من التهاب الحفاظ في الأطفال يعني هذه من أشهر الالتهابات الجلدية اللي بدت فيها بالأطفال يعني دائما كانوا بيجي يسألونا الأمهات والله في التهاب في الحفاظ نتيجة نوع الحفاظ نفسه البامبرز والمش عارف النوعية الأخرى من فهو مش البامبرز أنواع مختلفة الأنواع المختلفة من الحفاظات للأطفال لكن هو التهاب نتيجة أنه ممكن يعني أن الولد يتأخر عليه تغيير الحفاظ بشكل كنا ننصح الأمهات أنه يغيروا بسرعة الحفاظ ما يتركوا وقت علشان مثلا البول أو لما الولد يتبرز أنه يتركوا لوقت عبينما يتخمر أو يعني يحصل المونيليا هذه اللي هو الجراثيم والفطريات تبدأ تزيد نتيجة البول ويبدأ يتكون جو مناسب ورطب للبكتيريا إنها تتكون كنا ننصح الأمهات دايما تغيير الحفاظات بطريقة متواصلة ما نترك مدة طويلة لغاية ما يعني يكون الجو رطب والبكتيريا تبدأ تنمو بعد ما إحنا الولد يتبول أو يتبرز نغسل بمية دافية وصابون مخصص للأطفال وعدين نشف الجفاف مهم جدا في الموضوع بحيث أنه ما نترك فرصة أنه للفطريات للبكتيريا إنها تتولد بسرعة في الجو الرطب وأنه يكون طريقة الوسول مهمة جدا في هذه الحالات وخصوصا في البلات عشان ما ينتقل لهم التهابات في البول أو التهابات في القنوات الخارجية للمثالة البولية من الأمام إلى الخلف نفتح الحفاظ عشر دقائق الجفاف مهم وبعدين نلبس الحفاظ يكتور عندنا فاصل ومن بعد إن شاء الله نتواصل معك فاصل أخير مشاهديننا وراجعين بعد أخلكم هنا دكتور مصدق يمكن كثير من الناس يلجأ إلى الأعشاب والعلاج بالطب البديل لأطفاله في بداية سنواته وأيامه وشهوره وهو طفل هل يصلح أو هذا العلاج ناجع من غير استشارة طبية؟ والله يفضل أنه بارك الله فيك دائما إذا كان إحنا لاحظنا أنه فيه التهاب في الجلد أو طفح جلدي من مختلف الأنواع أنه نحاول نارض الحالة أولا على الطبيب لأنه ممكن يكون علاجها بتم بطريقة سهلة جدا بالدهونات المرطبة للجلد باستعمال الحمامات للطفل بمياه باردة مثلا فمما يزيل طبقة الإفرازات الدهونية والتعرق البسيط فبيكون حلاج الحالة سهلة وما منحتاج أنه نستعمل دهونات من النوعية اللي فيها كورتزون مادة الكورتزون بطريقة شديدة أنا لاحظت أن الناس بيراجعونا بيستعملوا أدوية عشبية بتركيبات مختلفة يعني ما من نكون عارفين إحنا شنو تركيبات ولا محتوىها بعض الأشياء بعض التركيبات هذه ممكن تسبب إثارة شديدة للجلد وتسبب احتقال للجلد إحمرار ظهور بسور وبعدين بالتالي أن تتطور ويحصل المضاعفات إحنا في غناعنا خلنا نشخص أول شيء يعني تشخيص مهم علشان نعالج بطريقة بسيطة ومعظم الأمراض الجلدية في الأطفال علاجها سهل سهل وبسيط وبسيط باستخدام أدوية بسيطة في أمراض جلدية للأطفال في حال عدم علاجها بصورة سريعة مثلا أو إهمالها لفترات طويلة ممكن تسبب بأمراض تتطور الأمراض هذه إلى أمراض خطرة يعني طبعا يعني أنا بحب أحكي يعني ألفة الانتباه إن الطفح الجلدي بمختلف الأنواع والأشكال هو تعبير عن مرض آخر بصيب الطفل سمها المرض الآخر؟ يعني مثلا فرضا في حالات الجدير المائي العنقز في حالات الجدير المائي بيبدأ فيروس العنقز يعني فيروس الفارسيلة في الإنجليزي يعني هذا يدش الجسم في فترة حضانة تمتد من أسبوع لأسبوعين أول يومين ثلاثة حرارة وأعراض بسيطة زي أعراض الإنفلونزا وعدين بيطلع الطفح الجلد واللي بينتقل من مراحل من احتقان في الجلد وأحمرار لبذور لقشور ولما يتظهر القشور هذا بيسبب حكة شديدة فيبدأ الطفل حك ويهرش في الجلد لما يحكه يهرش ويسبب تهتكات وتشققات بتهاجم البكتيريا الجلد ممكن يتطور لالتهاب شديد إذا ما تم علاجيا بالضبط يكون علاجة أصعب فيما بعد نحن نلفت انتباه الأهل إن العناية بالجلد مهمة جدا العناية بالجلد من ساعة ولادة الطفل للمراحل المختلفة من تطورها مهم جدا لأن استعمال المركبات اللي هي مكوناتها إحنا مش عارفينها وممكن تسبب أضرار للجلد إحنا في غناء عنها يعني إحنا بنشقص الحالة بنقدر إحنا نختار الدهونات الخارجية المناسبة لو كان إلها سبب سيستيميتي يعني سبب عام في الجسم مرض آخر بنعالج المرض الأصلي مما يعني يحسن حالة الجلد على طول صحيح يعني أنت بتعالج السبب مو العرض يعني يفضل في هذه الحالات استشارة الطبيب المختص اللي هو بيعطي التشخيص الصح وبالتالي اختيار نوع لعلاج الصح دكتور مصدق أهم النصائح اللي توجهها اليوم والرسائل للأباء والأمهات للحفاظ على أبنائهم بالذات لما نتكلم على الأمراض الجلدية اللي تصيب الأطفال شنو تنصحهم وشنو تقول لهم يعني أنا بنصح الآيل إنهم يكون عندهم دراية يحاولوا إنه يعني معلومات عامة هالشكل عن تطور طرق العناية بالطفل يعني فيش داعي لإستعمال الشامبوهات المركزة للأطفال شامبوهات لطيفة ذات تركيز خفيف مناسب للطفل بتكفي يعني أنا بشوف حالات بتراجعنا نتيجة استعمال الأدوية المختلفة والشامبوهات المركزة بيحصل تفاعلات في جلد الأطفال ويصيبهم يعني احتقانات في الجلد وبذور وكنشور أدوية خفيفة شامبوهات مصيطة أدوية أو يعني دهونات لطيفة مرطبة للجلد العناية بالحفاظ دائما يعني ملاحظة أي التهابات جلدية سريعة ومراجعة الطبيب المختص مما يعطي الفرصة أنه ما يتطور المرضون ويعطي فرصة للدكتور أنه يعالجها بطريقة سريعة والتالي الأوتكام يعني تطور الشفاء يكون سريعة نعم دكتور مصدق الهواش استشاري طب الأطفال وحدثي الولادة في مستشفى دار الشفاء نشكرك جدا تواجدك معنا اليوم على هذه الفقرة الجميلة اللي قدمتها للمشاهدين اللي انتمنى إن شاء الله استفادوا منها الأباء والأمهات من أشكلكم ومشاهدين على حسن المتابعة نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من السلامة كويت مع السلامة اشتركوا في القناة